يتجدد الجدل مجددا مشاهدين حول أزمة المياه في العراق وذلك بعد تطوير سد أليسو التركي المقام على نهر دجلة والذي تم افتتاحه بداية عام 2018 في شهر يناير وسيتم بدء تجميع المياه في سد أليسو مع طبعا حلول الشهر الجاري في شهر يونيو لننظر وإياكم مشاهدين طبعا سد أليسو التركي هو مقام على منبع نهر دجلة وأيضا الفرات هناك معدل تدفق مياه طبعا إلى العراق تراجع من 700 متر مكعب في الثانية إلى 390 متر مكعب في الثانية هناك تراجع كبير في معدل تدفق المياه إلى العراق عبر هذا النهر طبعا تأثير هذا السد سيؤثر على منسوب المياه الوارد إلى العراق سينخفض بشكل كبير وأيضا سينخفض بذلك مسيات أيضا التخزين في العراق من 8 مليارات متر مكعب إلى 3 مليارات متر مكعب بالنسبة للعراق لننظر إياكم على طبعا تاريخ سد أليسو طبعا كان هناك خطة لتوفير مشاريع ري وأيضا لتوفير طاقة هيدروليكية التي طبعا تم تأسيس هذه المشاريع منذ عام 1970 يعرف هذا المشروع بجنوب شرق الأناضول تم توسيع المشروع عبر حوضي دجلة والفرات بإقامة 22 سد لأيضا بناء 19 محطة لتوليد الطاقة عبر مياه الأنهار وبالتالي سيكون هناك 300 ألف ميل مربع طبعا تغطى مساحاتها عبر الأنهار طبعا تم إقامة أيضا سد أتاتورك على نهر الفرات وطبعا سد أليسو على نهر دجلة طبعا تم بدء بإنشاء هذا المشروع في عام 2006 افتتاح المشروع في شهر يناير 2018 وسيتم بدء ملء خزان هذا السد في شهر يونيو الجاري كيف سيكون أثر هذه طبعا السدود على تركيا فوائد اقتصادية عدة سيتم توليد حوالي 4 مليارات و100 مليون كيلو واط في الساعة من الكهرباء عبر مياه الأنهار سنويا سيكون هناك تنمية اقتصادية لمناطق جنوب شرقي الأناضول وذلك عبر تنشيط هذه المنطقة زيادة أعداد السكان اجتذاب استثمارات متعددة ولا ربما أبرزها ستكون في القطاع الزراعي وبالتالي سيكون هناك توفير وظائف عدة وبالتالي تخفيض معدلات البطالة في تلك المناطق وسيتم تحسين نوعية الحياة عبر إقامة العديد من المنشآت التعليمية الصحية وفي قطاعات أيضا متخصصة أخرى ولكن سيكون هناك أضرار في المقابل على الاقتصاد العراقي منها صعوبة تأمين مياه الشرب المحلى والمناسبة طبعا لشرب المياه سيكون هناك حرمان من مياه الرين ل696 ألف هكتار زراعي تعتمد 30% منها على مياه الأمطار و70% منها على مياه الأنهار سيكون هناك أيضا تأثير على الثروة الحيوانية في تلك المناطق وبالأخص المجاورة للأنهار لربما ستؤثر على نفوق الثروة الحيوانية أيضا سيكون هناك تأثير على ارتفاع معدلات البطالة بنسبة قد تصل إلى 30% وذلك بسبب طبعا تراجع الاستثمارات المحيطة بتلك المناطق وبالإضافة إلى أنه سيكون هناك تأثير بشكل عام على كل المناطق العراقية احتمالات واردة لربما ستطرح على طاولة الحوار سيتسع الجدل لطبعا محاولة حل هذه الأزمة الناشبة بين كل من العراق وتركيا سيكون هناك إمكانية لتعرض العراق لجفاف إذا ما تم حل هذا النزاع لربما سيكون من تلك المحاور المطروحة على طاولة الحوار أن يكون هناك مقايضة للماء وما يأتي من روافد دجلة والفرات مقايضة أيضا بالنفط العراقي لربما سيكون هناك أيضا أحد الحلول أنه سيكون هناك مقاطعة لبعض البضائع التركية والتي تشكل حوالي 23% من الواردات إلى العراق تعتبر العراق من أكبر المسهلكين للبضائع التركية والتي تصل سنويا إلى حوالي 7 مليارات 600 مليون دولار أمريكي أو سيكون هناك أيضا بعض الحلول الأخرى والتي لربما ستكون ضمن عرض تسريع بناء نبوب جديد لنقل النفط العراقي عبر الأراضي التركية لربما هذه ورقة ضغط تركية للمياه التي تصل إلى العراق عبر نهري دجلة والفرات ترجمة نانسي قنقر